اهلا بمشاهدين من جديد وزارة الصحة اعلنت ان تم فحص 26.5 مليون سيدة للكشف المبكر عن اورام السرطان السد ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لصحة المرأة ده بيخلينا نوعي كل سيدة مصرية في المجتمع روحي لأقرب مركز تابع لوزارة الصحة اطلبي منهم ان انت تعملك فحص واتطمني على نفسك واتطمني على كل أسرتك في المراكز دي هتلاقي احدث اجهزة الكشف المبكر وكمان احدث البروتوكولات العالمية للعلاج خلينا نعرف تفاصيل اكتر منضفنا اللي منوارنا في الستوديو الدكتور عماد شاش مدير مستشفى السرطان السادي بالمعهد القومي للاورام جامعة القاهرة صباح الخير عليك يا دكتور صباح الخير ستة وعشرين ونصف مليون سيدة ده رقم محترم جدا ورقم كبير جدا وحاجة تدعو للفكر وتدعو كمان للاطمئنان ان فيه نوع من انواع الوعي وان الستات مش خايفة تروح زي زمان كلمة سرطان السادي مرعبة جدا وان اللي ودينا برجلينا مدام احنا مش حاسين ان فيه مشكلة الناس ما بقيتش بتخاف والناس بتروح تعمل فخص صح ودوات خلينا نقول ان هو في الفترة ديت هي طفرة تشخيصية وطفرة علاجية لمرض يمثل المرض رقم واحد بالنسبة للسرطانات اللي بتصيب السيدات وفي مصر هو الرقم المرة اتنين من ضمن السرطانات اللي بتصيب الرجال والستات مع بعض فبالتالي هو عبء صحي عبء اقتصادي عبء نفسي على السيدة والأسرة والمحيطين بها فبالتالي المبادرة لفخامة الرئيس لما ابتدت من 2019 لان احنا نروح ان احنا نبقى بنعاعي للسيدات فعلا ما تخفيش روح اكتشفي على أساس ان هو الكشف المبكر لو تم اكتشاف المرض في مراحل المبكرة هيبقى بالنسبة شفائية عالية بإذن الله تعالى طبع عشان نوصل لهذا الرقم أكيد عملنا خطوات كتير يعني هل جبنا أجهزة معينة هل عملنا حملات يعني كلمني عشان نوصل لهذا الرقم عملنا ايه في خلال كم سنة يعني انا هقول له حريك حاجة ان هو لو رجعنا بالوقت الـ 2014 كان نسبة الانفاق على الصحة حوالي 38 أو حوالي 30 مليار جنيه مصري في 2021 و2022 وصدنا الـ 128 مليار يعني كم ده؟ ده حريك تقدر تحسابه أن عوالي 3 أضعاف ونص 3 أضعاف ونص زاد الانفاق علينا الاهتمام في الصحة والقيادة السياسية مهتمة بـ 3 محاول أولا تحسين البنية التحتية لأماكن التي تقدم الخدمة تحسين الكفاءة الطبية للأطقم الطبية سواء الأطباء، الصيادلة، التمريد، كل العاملين في القطاع الصحي وثالث حاجة توفير العلاجات الحديثة اللي بتؤثر على النسب الشفاء للمرضى فبالتالي الاهتمام بالثلاث محاور دوت بيخليك اللي انت تعيبقى عارف اللي انت توصل يعني أنا نهاردة في القاهرة عاوز أوصل إسكندرية مش هعرف لأنا أو هبقاش منطمن لأنا أوصل إسكندرية غير لمركب عربيتي وابتدين لأنا أتحرك واخد الطريق ولاقي إن الطريق ماشي كويس فبالتالي أنت كان عندنا مشكلة كبيرة زي ما بنقول إن السرطان السادي هو السرطان رقم واحد بالنسبة للسيدات وعلى مستوى العالم هو المسبب رقم واحد للوفاة للسيدات المصابات بالسرطان فبالتالي أنت عندك مشكلة عاوز تكتشف المرض بدري ولكن المراحل الثالثة والربعة في مصر كان قبل بداية المبادرة كانت تمثل ستين في المية فبالتالي ده معناها بالتقريب إن نسب الشفاء أقل فبالتالي أنت عاوز تواعي الناس تقول لهم لا روحوا كتفوا فخلال سنتين قدرت اللي هو الستين في المية اللي هو نسبة اللي هو المرحلة الثالثة والربعة تقل لبقى الثلاثين في المية فبالتالي أنت قلبت الميزان القوى وابتدى بقى عندك اللي أكتر للمراحل المبكرة بتبتلي أنت تضرب الناس تزود البنية التحتية ده ويخلي كمان إنه هو مش بس الاعتماد على الأطقم الطبية لا ده بقيت اللي احنا منسميها اللي هو الورد وورد معوث لا روحي ما تقلقيش هيعملولك الأشعة لو محتاجة تاخدي عينة هتعملي العينة لو لقدر الله بقى فيه إصابة لا ما تقلقيش ده هيبقى فيه العلاجات على أحدث البروتوكولات العالمية مش بس في المراحل اللي هو المبكرة لا كمان في المراحل اللي هو الثالثة والرابعة لا بقى إينا بنستخدم الأدوية اللي هي تماسل نظيراتها في الدول الأوروبية وأمريكية طيب إحنا بنتكلم في روضة إن كل اللي إحنا مش عارفينه بنخاف منه لما بنعرف شوية معلومات قلبنا بيتطمن أكتر وبنبقى حاسين بالإطمئنان أكتر زي ما عادنا نقول روحي 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 عايزين بقى نقول إنه بعد التشخيص لقدر الله مراحل العلاج حضرتك بتقول إن فيه طبعا مراحل للمرض نفسه مراحل العلاج لو بتدير نتكلم عليها أكتر ممكن ده يطمن الناس أكتر وتتعود عليها أكتر فتستقبلها بشكل أحد ده كلمة مهمة جدا حضرتك إحنا دايما عندنا معتقدات خاطئة بتخلي الناس فاكرة إنه هو السرطان هو البعبة بالعكس ده إحنا عاوز أقول لحريك إنه هو في آخر سنتين الكورونا تعتبر حاجة غريبة أكتر من السرطان يعني إحنا بالنسبة لنا بقينا فاهمين السرطان بيبقى إليه موجود فيه برد السرطان ممكن نعيش خمس وعشر سنين بالزبط إنما الكورونا بيقعد إزوائيين تلات ما تعرفش إيه اللي حيحصل بني بعد الشرع عن كل الناس بس أنا بكلم إنه هو الدراسة والعلمة بتخليك اللي أنت تبقى قادر اللي أنت تحقق النتائج بحاجة اسمها جودة حياة وإن هو ما تبقاش الصورة اللي بتبقى متصدرة وده اللي احنا دايما بنلومه في بعض ساعات على الإعلام إنه هو اللازم إنه هو الصورة الدرامية السودوية هي ده اللي بتبقى منقولة للناس الناس بتبقى فاكرة إن السرطان يساوي الوفاة ولكن الكلام دهات مش صح ده مؤخرة نتغير أعتقد وإحنا بنتكلم في الموضوع ده كتير وده حاجة مهمة زي الإعلام حضراتكم المحترم اللي بيقدم اللي هو الصورة الصحيحة ما بقتش بس اللي أنت بتتكلم على جزئية إنه هو هتاخدي علاج كيميائي فشعرك هيقع فهيبقى فيه ترجيع لا حضرتك إنه هو زي ما إحنا بيبقى فيه علاجات بنيديها بيبقى فيه علاجات مساعدة يعني تقلل الترجيع ما يبقاش فيه إرهاق كل القصص دي تكون لها معمول حسابها العلاج مش كله لازم يبقى علاج كيميائي لو تم اكتشافه في مراحل مبكرة ممكن ما تبقاش بتبقى محتاجة أنها تعمل استقصال جزئي للورم وتاخد علاج إشعاعي وعلاج هرموني ما تبقاش محتاجة أنها تاخد الصورة كاملة مع الحفاظ على شكلها الأنثوي الجميل مع الحفاظ على نفسيتها يعني كل الخطوات بتقماش مع بعض بالتوازي دكتور ولا بنستنى نخلص مرحلة نبتدي على التوالي المرحلة اللي بعدها يليها المرحلة اللي بعدها المفتاح للكلمة دي جت إنه هو دلوقتي بقى التطوير اللي هو المنظومة الصحية بقى فيه وعي كمان إنه فيه حاجة اسمها اللي هو اللجنة الطبية المجمعة يعني المتخصصين من العلاج الأورام جراحة الأورام العلاج الإشعاعي الأشعة والباثولوجي بيقعدين كونسولته مع بعض وبيقرر إيه الأفضل للسيدة دي مراعاة زي ما قلت لحضريرك إنه هو جودة الحياة دعام الأساسي إحنا بنتكلم على إنه لازم يبقى فيه شفاء بإذن الله تعالى ولازم البروتوكولات الحديثة ولكن دوت موجود وابتدى كمان في المراكز دي إنه هو يبقى فيه حاجة تانية اللي هو الدعم النفسي للسيدات أي واحد بيخش بيوصاب بصواب السرطان السيدة أو الأهلها حاسين بحالة دربكة فإنت لازم من حد ياخدهم من إيدهم ويوصلهم للصورة الصحيحة فهي كلها بقت منظومة طبية متنغمة مع بعضها طيب يعني إذا نظرنا إلى مبادرة السيد الرئيس لأهمية إلى الكشف المبكر عن السرطان السدي وإذا نظرنا أيضا للحمة اللي امطلقت حوالين فيروس سي واللي مصر أيضا عملت فيها خطوات مهمة جدا العالم حتى أشد بها منظمة صحة العالمية كلمت على التجربة المصرية في هذا الأمر وإذا قررنا الاتنين ببعض إحنا قطعنا شط هنا يا دكتور وقطعنا شط هنا وهنا الدولة عملت مجهود صحي كبير للمواطنين وهنا أيضا عملت أوجه التشابه المقارنة عاملة إزاي؟ يعني أنا أقول لي حريك حاجة أنا بقالي حوالي 20 سنة في المجال الطبي من ساعة لما تخرج لو حارك النهاردة قلت لي لأنا فيه 27 مليون سيدة هيتم فحصهم للكشف المبكر لو قلت لي الكلام دوت من 20 سنة أقول لك أنت بتحذر أنت فيه حاجة غريبة فده معناها أنه هو الدولة المصرية قادرة ولما بتاخد خطوات ثابتة بتوصل لنتائج الناس كلها بتبقى حاسة أنه هو أنتوا عملتوا الكلام دوت إزاي؟ الإرادة السياسية والإرادة اللي بتقول أنا النهاردة مهتم بعمود الأسرة المصرية اللي هو السيدة فبالتالي أنا عاوز أن هي تبقى على طول موجودة في الأسرة وما تغيبش وما يبقاش هي اللي بتدي القوة الدافعة نفس القصة السرطان الكبد كان مشكلته جدا أنه هو فيروس سي وأنه ممكن أنه يؤثر في الآخر أن الناس تبقى لقدر الله تموت من تلايف الكابة دي من نتيجة الفيروس سي طبقا نعمل إيه؟ نفحص كل الناس ويبقى نوفر كمان العلاج اللي موجود فبالتالي تقدر اللي أنت تقلل النسب الوفيات تقدر اللي أنت كل ما تكتبش في أي حاجة في الطب كل ما اكتشفتها بدري كل ما كانت الإجراءات الطبية بتاعتك أقل كل ما كان نسب الشفاء أكتر فبالتالي أنه نهاردة بقول لحضرتك أنه هو من في خلال الثمان سنين اللي فاتوا من بداية اللي هو الفكر أن نحن نطور اللي هو المنظومة الصحية والمبادرات الصحية مش بس فيروس سي أو صحة المرأة هنا كمان أنت كمان عندك اللي هو المبادرات للأطفال للصحة الأطفال في المدارس كل دوت بيخلي سوء التغذية والتقزم كل الحاجات المئة مليون اللي موجودين عندنا نبقى الحياة الصحية بتاعتهم أو اللي هو البيئة اللي هم عايشين فيها أصح الاستثمار في صحة البشر بالضبط وهو دوت مهم جدا أن حيبقى هما الناس القوة الدافعة المنتجة للبلد أكيد دكتور إحنا فحصنا 26.5 مليون سائدة التارجت أو المستهدف بتاعنا إن إحنا نوصل لكام العدد أو أنهي فئة عمرية اللي بنبتدي نكلمها من أول سن كام بغاية طبعا يعني ما لا نهاية لكن إحنا نبتدي نستهدف من أول عمر كامل للفتيات والسيدات خلي بالحريك إنه هو المبادرة صحة المرأة هي مقسومة لشقين أولا إنه هو بيبقى زيادة الوعي الصحي للسيدات وللإناث تاني حاجة الأمراض اللي هو غير السريرية بمعنى إنه هو السكر الضغط بيبقى السيدة بتروح للمركز الصحي الأولي مش بس بيبقى كشفه مبكر على اللي هو سرطان السادي لأ ده كشفه عن اللي هو السكر والضغط وكل الحاجات التانية وتوعية عامة لها بالأساليب الحياتية الصحية فبالتالي هو كل السيدات من سن 18 سنة تقدر إن هي تروح تكشف المبادرة ولكن خلينا نقول إن هو السرطان السادي والكشف المبكر لسرطان السادي بننصح به لسيدات من سن 18 إنه هو بعد الدورة الشهرية إنه هو الفحص الذاتي وكمان بيعلمه للسيدات وإنه هو مرة كل سنة أو اتنين تروح تكشف عند حد متخصص حتة الأشعة تتعمل بعد سن الأربعين لو ما فيش تاريخ مرضي وهو أشعة المامو جرام وبتعمل مرة كل سنة أو اتنين ده اللي إحنا عاوزينه فالفئة العمرية اللي إحنا بنتكلم عليها إحنا محتاجين اللي إحنا نوعي من سنة 18 فلو قلنا إنه هما الفئة ديت حوالي بنتكلم على 40% من المئة مليون فهما دول الفئة اللي إحنا عاوزين اللي إحنا نبقى مركزين معاها أكتر طيب إحنا بنكلم فئات إيه في المجتمع بنكلم كل السيدات من كل الفئات من أول المحفظات الحدودية السيدة اللي ما بتعرفش تقرأ وتكتب أو يعني إحنا طبعا ما بقاش عندنا قوي قصة ما بتعرفش تقرأ وتكتب إحنا عندنا مبادرات كتير يعني خاصة بمحول أمالك أنا أتكلم عن السيدة البسيطة جدا اللي ممكن تكون تقاليد المجتمعات الحدودية مش زي مثلا مجتمعات المدن بنعتمد على مين بقى على رائدات الريفيات بنعتمد على مراكز طب الأسرة بنعتمد على مين إنهم يوصلوا للناس وهم قاعدين في البيت ما نستناش إنهم يفتحوا تليفزيون عشان يسمعوا مننا كلمة أو هم اللي يبدروا ييجوا ده كان مهم جدا في إنه هو استمرارية الحملة فيه 3600 مركز بيقدم الخدمة دي على مستوى الجمهورية يعني كل شبر في الجمهورية مصر العربية بيبقى فيه السيدة تقدر إن هي تعمل اللي هو الفحص الدوري هي متقسمة على مراحل زي ما حريك قلت الرائدات الريفيات اللي لهم دور مهم كبير جدا إنه هو مراعاة اللي هو الثقافات المختلفة وإنه هو الموروثات اللي موجودة عندنا فبالتالي ده هات اللي حصل إحنا مش هنستنى الناس النهية يتيجي لا ده هنروح لهم وهنوعيهم أكتر وذي بقى فيها الانتشار اللي حصل ده وده هات يوازي الرقم اللي موجود 27 مليون هو ده هات رقم نتيجة أكيد المجهودات اللي اتعمل نروح لهم دي بقى على أساسها روحنا لكم محافظة عملنا إيه في الصعيد عملنا إيه في وجه بحري أكتر المحافظات اللي حصل فيها نسبة كشف يعني لو نفصلها كده بلغة الأرقاب خلينا نقول إنه هو كل المحافظات متساوية في نسب الكشف يعني إحنا بنتكلم ودوة المهم أنت دايما كان معظم الناس بتبقى مركزة على المدن الكبرى على القاهرة سكندرية برسعيد لا دلوقتي أنت بقيت بتتكلم على كل المحافظات كل المحافظات كمان بقى فيها عندها غير المركز الصحية الأولى لا فيها عندها الأماكن لو أنت شكيت في المركز الصحي الأول إنه هو السيدة عندها حاجة لا تقدر إنها تروح لمكان إنها تعمل الأشعة تعمل العينة لو احتكت العينة فبقيت المعنظومة كلها متكاملة بوجه بحري زي الصعيد زي الجزئية بتاعت اللي هو المناطق الحدودية لمطروح أو لسينة كلها بنسب متقربة جدا عشان نقدر نقول نحن فعلا مبادرة رئيسية مغطية المحافظات بأكملها ودو يخليك عندك كمواطن سيقة في المنظومة الطبية الفكرة انت اه ما هم بس بيعملوا الكلام دوت للقاهرة واللي فيها الاعلام لا مش ده اللي بيحصل انت في كل مكان بيبقى ليها القدرة ان هو يحصل فيها الكشف وبالتالي انت كمان بعد ما تكشف تربطها بالمنظومة الصحية ومتبقاش في معاناة المشوار لها ده بقى مهم جدا الخطوة اللي الجاية اللي بقيت موجودة ان يبقى فيه عندك اماكن معتمدة عالميا ان فعلا البروتوكول اللي بيتطبق فيها هو البروتوكول العالمي من سواء الكشف او العلاج هو دوت اللي احنا وصلنا فيه فما بقيتاش بنتكلم بس على منطقة اللي انت تكشف لأ ده انت كمان بقى بتقول انا عاوز ابحاث وعاوز اماكن معتمدة ممكن نكون احنا غير وزارة صحة وزارة كمان على كل المحافظات الجمهورية مصر عبية فدوت في حد ذاته انجاز طبي الناس بتاخد فيه سنين عشان توصلوا فلما بتقول انت في خلال ثلاث سنين من بدء المبادرة في يونيو 2019 لغاية النهاردة كل دوت حصل لأ ده حاجة جيدة جدا جدا فكرة المبادرات الرئاسية المختلفة اللي بتكلم مختلف فئات الشعب وكلها بتقدم خدمتها بالمجان الواحد قبل كده كان بيبقى الآن انه محتاج يمشي بمكانة ATM مثلا في جيبه بحلها علشان يقدر انه يسد على مصاريف العلاج بتاعة الامراض الكبيرة اللي كنا من خلف نتكلم عليه فكرة تقديم العلاج وتقديم التشخيص بالمجان تماما المختلف الفئات مش فقط لغير القادرين احنا بنكلم كل السيدات اللي موجودين في جمهورية مصر العربية انهم يقدروا يخضعوا لهذا التشخيص بالشكل المجاني ده ممكن يزود لنا كمان النسبة اللي احنا بنتكلم عليها وده حاجة مهمة جدا الظروف الاقتصادية بيخلي انه ممكن العوز يخليك ما تروحش تكشف ولكن لما تبقى عارف انت في خدمة طبية جيدة والخدمة الطبية ديت مربوطة بنظام علاجي جيد بيخلي الناس ما تقلقش يعني هو عنده قلق طب انا لو كشفت وطلع في حاجة هقدر اللي انا اصرف على العاج ولا لا دلوقتي الموضوع لا سهل اكشف ببلاش وكمان لو لا قدر الله في حاجة هدفع ببلاش فبالتالي في ثقة ان هو فعلا المنظومة المبادرات متكملة يعني ما بين التشخيص المبكر ما بين المبادرات قوائم الانتظار يعني كل الحاجات عمالة تتكامل بحيث انه يتم التشخيص يتم العلاج كله سريعا وكله على نفق وهو ده وقت اللي احنا بنسميه اللي هو المنظومة المتكملة طب احنا شخصنا وبعدين طب لو لا قدر الله في حد هنعمل له ايه لأ فلما تبقى عامل منظومة وغطاء متكامل ده وقت يخلي الناس عارفة ان هو اول الطريق هيوصل ان شاء الله ببر الامان في اخر الطريق طيب احنا هدفنا هنوصل لكام مليون يعني هل احنا عندنا تارجت هل احنا حطين كوزارة الصحة رقم معين هنوصله هل احنا مستهدفين في 2023 2025 هنوصل لكام يعني انا انا مقدرش اكلم على لسن وزارة الصحة ولكن لنا بعد الاورام هقول لحضرتك عليه ان هو ان كل الناس اولا يبقى فيه عندنا وعي مجتمعي باهمية الكشف المبكر في عندنا وعي اثري ان هو وللسيدة ان هو حتى لو في اصابة لا الاصابة دا لو اكتشفناها بقدري هيبقى فيه لو الخطط العلاجية بتاعتها اسهل احنا بنتكلم ان هو الجزئية الاهم ان هو وده لازم الناس تبقى فاهمها انا بيعملش الكشف المبكر مرة واحدة في الحياة يعني احنا برضو دا مهمة جدا انا زي ما قلت لحضرتك ان الكشف السريري بيبقى موجود مرة كل سنة او اتنين للسيدة فده معناها مش عشان حضرتك كشفتي في 2019 ما تكشفيش تاني فبالتالي هي عملية مستمرة ايوة مش فكرة اللي انا كشفت مرة واحدة وخلص بقى انا عملت الواجب بتاعي ومش هعمل حاجة تانية لا ده هو ده وقت اللي احنا منتكلم فالنجاح هو الاستمرارية وهو ان السيدات تبقى مترددات على ان هي تعمل الكشف المبكر في الوقت الصح بتاعها اكيد كل شكر لك دكتور عماد شاش ومدير مستشفى سرطان الثدي بالمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة نورتنا وشرفتنا وطمنتنا شكرا جزيلا شكرا لحرائك كل سنة وحرائك مطيب شكرا لحرائك